انا عندي حاجة يعني امرأة في المسرح تحقق نجاحات وعندها مسرحيات فضلت بالسبعين والثمانين يوم في بيروت في الأفلام وكأنها خلقت لتمثل في الغناء كأنها خلقت لتغني لا هي في الأول خلقت لتغني فمثلت فمثلت بس يعني دي ما حصلتش كتير يعني عبد حليم غنى وعمل سينما بس ما عملش مسرح عبد حليم جي في يوم من الأيام قالك حبطل هنا ومثل بس كان هاخد صفر ليه الإنسان وما تبع عليه صباح من صوتها وانت في العربية وانت في مكان بعيد شدي عملت التلاتة شدي عملت كلها حقول لك غاد وذلك هي دايما دايما فأنا سمعت لها برضو قال إزاعي تقول لك لا شدي هي دايما تقول شدي وكان نفسي كون زي ليلة مرات بس أقول لك حاجة ده لغة الكبار لغة العظماء إنما كل واحد بيقرى جوه نفسه إنه مملكته دي ولما حد يخش فيها يبقى زائر من أرض غريبة إلى أرضه وهي عندها مملكتها الخاصة كلهم عندهم مملكتهم كل النبوم بس الجمال اللي فيهم بقى إنه يستضيفك فيحييك فيطفي اللي عليه يطفي عليك أنت توضعه بقى طب يعني عليك وده يعني إيه كلمة فن يفن يبدع ومن ضمن الإبداع كيف تتكلم كيف ترتدي لابسك كيف مظهرك انترفيو أي حاجة حط درجات حط درجات بس كل ما تحط درجات الصوت يعلم يعلم إذا اللي بيشيل الصوت فوق هي الدرجات اللي تحت الكينات ترجمة نانسي قنقر